انها رئيس الجمهورية سيد عبدالعزيز بوتفليقة مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون توفيق خلادي وعين سيد لفيق أو سيد لطفي شريط خلفا له حسب ما علم اليوم الأثنين أو يوم أمس الأثنين قول لدى المؤسسة للإشارة فقد عمل شريط كصحفي ومدير الإعلام بالمؤسسة العمومية للتلفزيون كما سبق لهواء شغل منصب مدير عام لقناة كانال الجيري وهو عضو في سلطة ضبط السمعي البصري أدوى تم استدعاء سيد توفيق خلادي لمهام أخرى حسب ذات المصدر